شكلاً يعني أمه بتلاقيه كتير حلو بس بحكة الميديا عم تعزز ستاندرد معين للجمال يلي بناء على الارجومنت تبع نومي وولف بالبيوتي ميت السوشال ميديا عم تعززها الستاندرد مش بس بين المودلز والأكترسز ولكن بين الأشخاص العاديين كمان هيدا الشي عم يخلق ستاندرد بالمجتمع عم بيخلي العالم نفكره أنه هيدا هو الجمال وهاي هي معايير الجمال وصلنا لمرحلة اليوم معايير الجمال معايير استثنائية صعب كتير الوصول لإله بيشجع شركات شركات الميك أب شركات الديت شركات الخاصة بالجمال هالأسطورة الجمال أو هالبيوتي ميث يلي عم نتكرس أكتر وأكتر بالسوشال ميديا على مستوى الشخص العادي مش بس على مستوى المشهور عم بيقدي لأنه أنت تتطلع بحالك وتقولي أنه ليه أنا هيك هي الريبتشن أوفر عند أوفر عند أوفر عند أوفر بجميع هيدا هي صورة موحدة عم تستور بالميديا بتخلق معايير معينة لشو هو الجمال وهيدا المعايير كتير صعب المرحة العادية توصلها فهي بحاجة كتير لكتير مستحضرات وكتير دايت وحتى لعملية جميل اللي حتى توصلها ما ديك هاي؟ هاي أحلى؟ لا هاي ديك أحلى هاي أحلى طالع فيها هاي؟ بس هاي مو باقي لحاستها كتير دابل تشن بس هونيك شطة الكحلة يعني ثانيا نشوف هاي ما تعمل؟ مبين الحب مبين الحب لا لا بس بس بتعملي زوم إن إيه سوري مبينك حدا نعمل لها زوم كتير إلى إفاكت صعبة على الإمرأة أيا وحدة أو بعدين كمان حتى أي واحد لا يتلاءم مع هالمعايير نحنا نحن نظر إليها أعتقد أن أصدقاء صورة صورة منظمهم ووضعهم فقط بإظهار ربما يمكن أن يكون لديها جميع أحظر إلى صليباتين تط muscles لا أعرف، ي Josh Iynn is aenen لو أصلك كل أخوار كان man head by up هكذا قال على صليبات أو صغبت لكن كاد رائح فلقصوا على صليبات تاته يبدو لا أعرف لا لا يبدو بأمر مفتوح في ناس بكونوا بستعرضوا أو بديهم في قصدين شي من وراها وفي ناس بتصوروا هاك بس مشرد صورة إذا كان يكون الجميل حسناً سوف يستمتعونه إذا لم يكونوا هل فعل ما يفعله من أحد عواقب البيوتى مثل أنه بيبقى الرجل شي كتير عادي يمكن بس أمه بتلاقي ملك جمال بس غير على أي معايير جميل هو شي كتير عادي وبيدو مضل ما بيرضاء أهم شي تكون حلوة ما يمكن يجذبنا ما يمكن نحسه أنه هو الشخص اللي لقلنا بتأثر على العلاقات بين المرأة والرجل على رأي العيلة بالمرأة أو بالرجل حسب الشكل يعني هي أصلاً أصلاً تعزز أهمية الشكل خلاص ها أحكي